الحكومة تواصل دعمها للبنك المركزي العراقي لعادة سعر سرف الدولار إلى السعر الرسمي وهذا جزء من مجملٍ اقتصادي بحاجةٍ إلى تصدٍ شجاعٍ وحلولٍ ناجعة لإنهاء السياسات المالية الخاطئة التي ورثتها الحكومة الحالية لقد اتخذنا جملةً من القرارات الجريئة في مدةٍ قصيرة لدعم الدينار العراقي واستقراره ونحذِّر من يحاول استغلال الأزمة واللعب على أوجاع الناس واحتياجاتها لم يرتفع سعر صرف نتيجة قرارٍ حكومي إنما لأن هناك من استغل الظروف الوقتية والاضطرابة في الأسواق التي لم تألف بعد تعامل مع الخطوات والآليات المصرفية الجديدة التي ستحافظ على أموال الشعب وهي خطوةٌ مهمةٌ على طريق الإصلاح الاقتصادي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة